اشتركوا في القناة لهم مشجعين ومحبين وناس كتيرة قوية بتروحوا وراء في كل مكان انا واحد منهم انتهيت من المدرج صحيح بالزبط فذكرى حلوة ومناسبة حلوة ان انا كن موجود معاكم النهاردة في العيد العشرين انا هفكروا حاجة اه طبعا هو فاكرها اه واحنا بنفتتح لصالة المغطاة انا كنت مديري النادي الاهلي وقتها كابتن صالح يعني كنا بنعمل احتفالي اه فقررنا انه حيبقى انوشكة مدام انوشكة وانا غنيت في الاحتفالية وغنى في الصالة المغطاة طبعا جماهير يمكن اول مرة تغني في صالة المغطاة ما عرفش هي لساعة الصالة كان الفين وخمسمائة الفين وخمسمائة يمكن وصل لطلالة اربعة تلاف السلالة مفتع وطبعا كما تقلق اليوم تقلق لكن ايه حكايتك مع النادي الاهلي اتا يعني اتا ما خادش مني تلت دايه وانا بيقولك عايزك تغني في الصالة المغطاة يعني لا لا مش محتاج مشاكل وصوت اه ايه حكايتك مع النادي الاهلي اه انا من اه من قبل الموضوع الدخول في الفن والغنى فانا من محبين ومن عشاق اه من محبي وعشاق اه الفنان الحمرة والنادي الاهلي طبعا من اياما كنت في المدرسة طفل صغير وانا والدي الله يرحمه كان بيشجع النادي الاهلي وكنا نقعد نستنى المباريات كان بتيجي يوم الجمعة دايما اه نقعد نتفرج على الماتش كان بيجي الساعة اتنين ونص ثلاثة اه كل كل اسبوع كان هو الماتش اللي بيجي كل اسبوع هو الاهلي بيلعب مين ده كان اهم ماتش في الاسبوع كله فالاهلي بيلعب مين اه فكنا كل يوم عندنا يوم الاجازة من المدرسة كان الاحتفالية اللي بتحصل الظهر او بعد الظهر الفرج على التلفزيون على مباراة النادي الاهلي اه بس فدي كانت لعبت كرة لعبت زي كل الاطفال في السن بتاعي في وقتها كرة في الشارع وفي المدرسة وفي النادي وكل حاجة اه انما انت يعني كتير من الفنانين ما بيجهروش بالانتماء عشان الجمهور انت بصراحة جمهور الاهلي سعيد جدا لدرجة انه بيبقى متفائل لما بيليك في المدرسة الحمد لله اقول لحادثك على حاجة يمكن يعني ما افتكرش مرة يمكن مرة في مئات المرات اللي حضرت فيها مباريات انه الاهل اتغلب مرة وانا موجود في اله اه بيحاجة حلوة هو ما بتغلبش كتير صحيح بس حاجة حلوة بس يعني في وجودي اداخل الاستاد فالناس خلاص احنا هنكسب فالحمد لله انوشي دايما بيكون حلوة على النادي الاهلي طبعا هو العيبة اللي بتلعب والخطط المحطوطة والعيبة الجمدين والادارة الجمدة وكل حاجة جمدة جدا في النادي الاهلي الخلطة على بعضيها من اول رئيس النادي لغاية العمال اللي شغالين في النادي الاهلي جمهور اللي شغلوا النادي القرن هو التريند الاول ده جمهور طبعا طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان اه وما نبصش بس للموجودين في الاستاد اه طبعا يعني لو الاستاد ده بياخد دروعتي مثلا فوق السبعين الف احنا عندنا ملايين الملايين برا بيبقوا نفسهم يحضروا المباريات احا